العاهل الأردني إلى جانب الرئيس التركي شخصيا دليل على فخر تركيا بصناعتها العسكرية ولا سيما الطائرة أتاك وعلاوة على هذه المروحية صنعت تركيا دبابات هجومية وطائرات استطلاع ترسانة عسكرية كلها صنعت في تركيا كنا في السابق نصنع بعض المشاريع في إطار تراخيص أو نقل تكنولوجيا ولكن في الأعوام الماضية حاولنا إطلاق تكنولوجيا خاصة بنا ترجمة ذلك أن تركيا لا تريد تجميع قطع عسكرية أو تصنيع طائرات لمصلحة شركات أجنبية تركيا تريد أن تكون شريكا كاملا نؤدي دورا في قطاع الطيران الأوروبي مع الأم 400 وبدأت الشركات الأمريكية تعتبر تركيا شريكا يمكن الاعتماد عليها بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة تريد تركيا أن تصدر صناعتها إلى الشرق الأوسط وآسيا وقد وضعت أنكرا نصب عينيها الوصول إلى المرتبة العاشرة عالميا في مبيعات الصناعات الدفاعية في الأعوام المقبلة